دعوني في الأول طبعاً أرحب على زمالي راندو بنيرمين ومرو ماي نهودي نحن مش بس موجودين برا السوديو نحن كمان برا الكاهرة نهودي نحن موجودين في الساحل الشمالي هنتكلم أكتر عن الرياضة علشان الناس اللي بتسافر وبتهم الرياضة لا احنا عايدينكم كمان تهتموا بصوحتكم وانتو بتصيفوا فخلينا كده نعمل انترويوز مع كوتشز هيت ايجيبت ونعرف أكتر عن بروجرمز السيف منهم خليكم معنا موسيقى هاي احمد هاي الاغبور inscrevi انا احمد من اكسفت ايجيبت على اجيبت اعملن مجتمع مع هيت مسكني لهم من كلاستانيكس كلاستانيكس ده لعبة متعلقة بالجيم والجيمناستيكس مكس منها جزقين جزقين ونزيلج جزقين متعلق بالعقلة والمتوازي والبشراكة والسكوات ونزيلج الليمتع به على المنطقة بالمسطن والهدد وهناك مرتبط واللسطة و من مرتبط واللسطة في المناطق تمرين فى مرتبط فى مرتبط والتستمرين اي حد يستمرنا او الناس معينة? لو حد عنده محترم فتنس و يلعب حلو قوي و لو حد بيجنر عندنا بيجنر 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 بيعلمه اكيف يعمل عقلة من الاول خالص بشرة من الاول خالص متوازن من الاول خالص و كل الكلام ده فيه سنه معينة؟ لا يوجد سنه معينة خالص يجب عليك التعامل في الفيتنس تبدأ من أصغر سنة؟ أصغر سنة، الأول حاجة 11 سنة يعني أنه يكون الجسم متكون شوية وكنيش في شوية وكني ندخل في حاجة غير الكالاستانيك في الأول وأكثر حاجة مثلا إحنا من اللي نحبش نعدل 50 سنة عشان لو في بقى باست انجري أسابات قديمة، أي حاجة قديمة، مش عزين ايه دعاي حد بيقى عشان يسألكوا يعني بتعرفوا لازم الهيسري عشان لو في أي مشاكل بالضبط كده، والحلو في لعبتنا إن إحنا ممكن نعمل اللعبة ديب في أي مكان كل ما تحتاجه هو الوزن الجسمي اللي هو الوزن الجسمي بس أتمرني بيها في أي حتة على البحر، في البيت، في الجيم، في أي حتة معاكي كوتش، معاكيش كوتش، ممكن تعملها يعني ممكن في البيت عايز أي حد يتمرنه؟ تعمليها، تفتاح البروغرام بتاعك، وتمرني عادي بيت أي فارق بقى من البروغرام هنا وفي القاهرة؟ طبعاً في القاهرة بيبقى البروغرام طويل شوية أدقل أكيدة؟ أدقل، الناس بتبقى وقتها شوية في الساحل هنا بيبقى كله عايز يقوم بأكتر عالبحر وكله عايز يبقى شكله حلو يعني في الساحل عشان البحر وكده طبعاً يعني بس التميين في القاهرة بيبقى وقت أطول بس في الساحل بيبقى وقت أصر بس الانتنسي تبقى عالا شوية أوكي، ثانكي أحمد هاي خالد، هاي دينيو أجداً ما استعمال؟ كلمت أكتر عن البوكسن؟ الناس سنطرة أن تتعرف بوكسن من بعض من منذ يوجد نفسه و يتقفونه و يجب ان تخطيها و تريد نفسه سنحاول الناس أن يصلون نفسه زمن الضمام و يقفونه لكنك أنت أخبرت كم مجرد لغترق على تتكلم ما سن يبدأ على العمل؟ عادي ممكن تبدأ من تسعة سنين وممكن حتى لو هوا ما بدأش في سنة صغير ممكن يبدأ من هوا عند خمسين سنة عادي لا يوجد مشكلة طب في ناس بتخاف من إصابات البوكسنج عماته فبتخاف ناية تتمرانها ده حاجة كامل ما هي الحالة في التمارين عادي لا يوجد مشكلة الموضوع بي بيبقى الأول لازم يكون فيه بوكسنجير بيلبسها والجلافز بتكون بادت فالموضوع بيكون سايف وطبعا يجب أن يكون كين أنه لا يحصل لك أي أصابة وإي الفرق بين البرجرم الذي تعملونه هنا وفي الكهارة؟ الفرق بين البرجرم هنا وفي الكهارة في الكهارة يكون فيه الرنج فالأكويفمت ساعدنا أكثر بس برضو هنا في الساحل بيكون معنا المتس ويكون معنا البوكسنج باكز بس تبقى الويكاوت هنا أخاف ولا نفس الحاجة؟ ممكن تكون الانتنسي هنا أعلى لكي أنه أقل بس في الكهارة بيكون الساعة أطول شوية أشعر أن هذه الفترة يجب أن يكون لها فترة البنات لديها قبل كبير قوي على البوكسنج صح؟ غير قبل كده؟ مظبوط شمعنا بقى؟ لا عادي بس معظم البنات يحب أن يكون عندها أي ستايل سيف دفنس فهذا يساعدهم قوي وفي نفس الوقت ورده في بنات بتحب تيجي تزبط تعمل تون فالبوكسنج بيساعدهم قوي على هذا الموضوع هل لديكم بطولات ناس بتتخبوا بطولات بتتمرانها؟ نعم، هناك، لكن بدأنا في سنة صغير لسه في الأول بدأنا معهم بحيث يكون أخذ وقتهم شكرا خالد، مرسي على وقتك شكرا هاي عيدة ليه الأخبار؟ هاي الأخبار عاملي كله كله حل ولي بقى هيد بيقدم ايه؟ رياضات؟ احنا في الساحل، نعمل كذا حاجة مش بنشتغل على جروب ساشنز تاعتنا ميني في الكاهرة بس بنزود فيه بوكسنج هنا، فيه كالستانيكس، فيه يوغا، بيبقى فيه تمرين عشان الناس ما تزهقش من نوع تمرين واحد هيد بقى له كم سنة أصلا؟ هيد بقى له في الساحل هنا عشر سنين، ديه السنة العشر فتلال هنا، فموضوع بقى له عشر سنين معنا هنا وانت مسؤول عن أنهي رياضة؟ احنا مسؤولين عن جروب ساشنز اكتر، اللي هي الفيتنس كلاسز، بيبقى فيه فتنس كلاسز كل يوم الساعة ده بيبقى جروب ساشن ساعة، بيبقى زي اللي نعمل في الكاهرة بالزبط بس الفرق من احنا بنقل انتنستي هنا شوية عن الكاهرة، بيبقى أقل سنة عشان الناس هنا النوم بتاعها بيبقى مش أحسن حاجة أقل شوية، فمنزود في فترة التسخين، وبنزود في فترة الإطالات اللي يتقى في آخر الساشن عشان عملية الاستشفى والريكوفري بتاعهم بيبقى أحسن عشان ما يحصلش أي إصابات ليهم هنا في الساحل فيه سنة معين بيتمران هنا غلا أوبن لكل العمار؟ هو أوبن لكل العمار، بس مش في نفس الوقت، يعني مثلا فيه أعمار اللي هم الأطفال بييجوا الصبح بيبقى تمرين مختص اليوم عشان ده فترة النمو بتاعتهم فمش أحسن حاجة انهم يتمران مع الناس كباره عشان ما يشيروش وزن زيادة يحصل أي إصابة تأثر في النمو بتاعهم بتعملوا كل سنة يعني بروغرام مختلف؟ كل سنة فيه بروغرام مختلفة يعني الأطفال بيجوا الصبح يعملوا بروغرام بتاعهم يبقى أكتر ريائي سترتش وحاجات بودي ويت أكتر مش بتبقى حاجات بالأوزان والعمار الكبيرة بيبقى برضو كلهم مع بعض بس بيبقى جوا التمرين نفسه بيبقى فيه أربع أنواع تمرين مختلفة مثلا لو بنعمل سكواتس ممكن نسكيل الدون لحاجة خفة لو حد عنده أصابة في الرجبة حد عنده أصابة في ظهره بنشتغل على كل واحد لوحده بنشرح في الأول التمرين للكل وطبعا كله بيبدأ بالحاجة اللي يقدر يعملها الأصعب بعد كده الأسهل لو عنده أي إصابة بيشتكي بنا طب تعملوا بقى عشان تشجعوا الناس نيات تثيب البحر تثيب المياه والفزخ وتثيب يتتمرن أنا نفسي وبعيد أن نزل البحر بس التمرين ده يساعة في اليوم وده حاجة مهمة قوي لصحتنا فدلوقتي بقى فيه الناس كلها عندها الأورنس على التمرين بيفرق في صحتنا في شكلنا في جسمنا فكله ده موتيفشن اللي واحده يخلي الناس عايزة تيجي التمرين بس لو انا برضه أشجع الناس اللي هي تنام ومتأخر وبدأتش تتسحى بدري بيبقى ورده فيه زي هدايا وجفتس وجيفاويز وكمبوتشن هل هناك موتيفشن؟ هناك موتيفشن كل الجمعة نعملها دي بتخلينا ناس تيجي ومتحمسة لكل الجمعة متحمسة كل الناس تبقى سهرانهم يوم الخميس فمش قادرة تسحق جمعة دي فعملنا موتيفشن جمعة هل هنا تمرنوا بيجينرز ولا بروفاشنالز ولا نكسس أو بوث؟ برضه في الساحل كل الناس بتسافر الساحل فبيبقى منحاول نحاول نوفق نحنا نوفق مكان ينفع لكل الأثليت بيجينرز اللي بيلعب في منتخب مصر زي العيبة الهندبول كلهم بيجو هنا يتمرنوا عندنا كل أجهزة اللي تنفع تمرينهم عشان في ناس محترفة وره كتير في الهندبول دلوقتي في مصر فبيجو هنا فبيبقى عندهم برنامج تدريبي من المدرر بالمعيد البدني الأجنبي بتاعهم فبيعز أجهزة مع عينة فكل ده بيوفره عندنا هنا وبرده بيجينرز موجودين طبعا بيتمرنوا معنا في جروب ساشنز ويبقى فيه زي التمرين مختص لو حد عنده أي إصابة سفير لو مقدارش يحضر جروب ساشنز سعيدة انت كمان قلتلي حنا اتكلمنا يعني قلتلي ان فيه حد للإصابات يعني علاك طبيعي بالضبط احنا نوفر معنا في أي مكان بنفتح به علاك طبيعي عشان نعمل حاجة اسمها اساسمنت فول بادي اساسمنت نشوف في الإصابات باعت كل واحد قبل ما نبدأ التمرين عشان برضو ما نبدأش تمرين على إصابة ونزودها أكتر فمنعمل فول بادي اساسمنت نعمل زي برنامج تدريبي للناس اللي عنده إصابات مختص بالإصابة اللي هو مصابين فيه هنا يعني حتى فيه ناس اللي عنده إصابة بتعملوها برنامج لواحده؟ بالضبط وبرده لو فيه حد يعيز يخش مصاب عشان مصاب عشان تدي حماس للناس اللي يتسمرهم مع بعض ويشجعوا بعض ويشجعوا بعض ويشجعوا بعض وصحابوا جايين مع بعض فمندخلوا بس بيعمل تمرين تاني مختلف عن الناس اللي بتعملو بس ده مش معناه انه هو أقل منهم في حاجة بس عشان الإصابة بتاعته بس بيخد نفس الفائدة بتاعت التمرين بعدين انت قلتلي انتو عاملين كمان للأطفال وكمان الحوامل يعني مش اي حد يقدر يبارات فقل لي اكتر عن الحوامل دي فهم شغلين في الحتة دي أكتر ويكتشفنان ني اله الحتة دي النجحة تقوي وعندهم سقة للناس الحواملين ما بايش غايفين انهم ي sutمرين عشان بقى قديمه مع ناس وصحابهم انهم ما بايش اي حاجة حصلة الحمدولله المكان مفتوخ لكل الناس يعني ما بقيش بوقت دقتي با بقيش في حاجة اسمها ما بقيش فيه حاجة فيه عشان اتمران عشان احامل من فاشت مران عشان انا مصاب لازم كل الناس مران دقتي جزيح ماش عايدل على وقتك شكراً لك كيف تعتبرها إن هي للولاد بس؟ عشان هي مش للولاد بس هي الرياضة تتطلحات أنا معايك أيوة نعم هي يعني for your mental health و لجسمك صحيتك صح تشمله في ما ينفعش نصنفها بالضبط ما ينفعش خالص نصنفها عشان هي بتساعد كل حد بقد لو تساعد في الوزن تساعد في السحل النفسية تساعد لما تكباري حتى تكوني تستطيع أن تتجري مع ولادك تفهمها تتحركي حاجات كده طب بتعملي إيه للبنات؟ يعني في بناك كتير قوي بتبقى مش مرتاحة إن هي تتمرن وسط جروب فبتعمل لهم إيه إن هما يبقوا يعني مرتاحين أكتر في التمريد يوجول إلو هما مش مرتاحين ويتاكهم one-on-one sessions مثلاً فيكونوا هما مرتاحين مع الكوتشين one-on-one أكتر أو مش عارف عندكو sessions يعني للبنات بس لو هما حبين أوه فيه بروغرام اسمه فعب fit for hit ده ladies only أوك وكده وكده we combine all the ladies they're clean اللي هما بقى يحسنوا نفسهم في سبورتس وكده وعامتاً in their health فكلهم يتجمعوا بتكون حلوة بيعملوا رياضهم عباد وكده طب فرح منك كتير بتخاف من نوع معين من الويكاوت عشان ما يطلعهمش عضلات آه إزاي يحافظوا بقى على ده لهم ما يتخنوش وفي نفسه الوقت ما يطلعهمش عضلات هو it's easy you just maintain a good diet a healthy diet clean one يعني مش حاجات فيها زيت وحاجات كده وحاجات فيها protein أوك خضار you maintain كل حاجة فيها بتقدموا لهم أصلا nutrition plan بنقدم لهم nutrition plan if they need it وبيشيلوا برضو أوزان يعني على قدهم ما فيش حاجة بتطلع لهم عضلات أو بيتخانوا أو كده this is how you maintain a healthy body genuinely عني بقى بالنسبة لك شغل أحسن هنا أو لا في الكاهرة بوصيل اتنين أنا عملا بحب الشغلانة فأنا بيكي هنا مش بحسنة بشتغل في الكاهرة نفس الحاجة أيوة أصلا الجو حلو قوي والجيو البحر فالموضوع حلو قوي هو أيوة البونس هو البحر أيوة تجي مرتاحة نفسيا بس في الكاهرة جني أنت بتحب الرياضة هتروحي تعمليها في أي حتة في أي حتة على إيه